باب السماء كلما قربت له قرب والدعوة سم منها من غير أمل تصعب باب السماء كلما قربت له قرب والدعوة سم منها من غير أمل تصعب والقلب هو السماء إلا إمان بالله أقصد كرم تلقى هو اللي بيقرب السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته مرحبا بكم أخوة الإيمان والإسلام في لقاء جديد من برنامجكم لعلهم يفقهون على قناتكم دي امي سي أصدر الله عز وجل أن تكونوا على خير وعلى نعمة وأن يكشف الله عننا نشمر الداء والوباء والبلاء والغلاء والغلاء وإيه نؤط والغباء يا رب اكشف عننا الغباء ونجينا من الغباء ومن أفعال أهل الغباء آمين يا رب العالمين اللهم احفظ جيشنا ورئيس جمهورياتنا اللهم سلمه من كل سوء وأمده بمددك وفقه لما فيه نفع البلاد والعباد واجعل الدنيا في يديه ولا تجعلها في قلبه ووفقه لبطانة الخير وعنه على الخير ووفقه لكل خير اللهم بارك لنا في صحته وعافيته وأمده بمددك يا رب العالمين اللهم احفظ شعبنا اللهم اشف مرضانا اللهم احفظ أولادنا اللهم ارحم أبأنا وأمهاتنا اللهم إننا نسألك أن تجعل الدنيا لنا ولا تجعلها علينا اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة وتفرقنا من بعد تفرقا معصومة ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محرومة وصل اللهم وسلم وبارك على مين على سيدي سيدي مين طبعا سيدي محمد سيدي أحمد سيدي المصطفى سيدي الحاشر سيدي العاقب سيدي نانماحي سيدي أبا القاسم سيدي أبا الزهراء النور المضيء النعمة المهداة الرحمة المزداة بدر الضياء مصباح الدجا بدر الكمال صاحب اللواء صاحب الشفاعة صاحب الحمد صاحب المكارم صاحب العلو صاحب الرقي صاحب العلا صاحب المكانة العالية والمكانة الرفيعة والشفاعة العزمة صاحب مكارم الأخلاق صاحب الخلق العظيم صاحب الشفاعة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خصه الله عز وجل بأن كشف به الغمة وأزح به الغمة بكرم منه تبارك وتعالى فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على كشف الغمة وبعث الهمَّة ومنقذ الأمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أن في الكارهين رغم أن في أعداء النبي أجمعين رغم أن في الحقِّدين على النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد مبارح كانت الحياة حفلة يعني ما شاء الله قوة إلى بالله لما نزل الأظهر بثقة له بهذا الكتاب العظيم الحياة اللي لم أنم طيلة الليل فرحة به وتوزيعا له على الأحباب والأصدقاء واجبات الأمة نحو كشف الغمة ده هدية على مجلة الأظهر للي يلحق العدد بتاعه عند باعة الجرائد موجود الكتاب مجانا بيوزع على مجلة الأظهر خدوا بالكم هو كتاب تاني تاعة التفسير تاعة حسن المخلوف رحمة الله عليه طبعا عندك الكتاب ده واجبات الغمة ده واجبات الأمة نحو كشف الغمة وده كان رأي طبعا بالكلام لما الأظهر يقوله من تأليف الدكتور حلمي صابر واللي عمل التخديم بتاعه الأستاذ الدكتور نظير عياد بقوله على الهواء يا دكتور نظير دكتور نظير هو الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بقوله بإذن الله يا دكتور نظير ستحظى بشفاعة كاشف الغمة يوم القيامة على هذا الكتاب وعلى دفاعك عن مكانة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ربنا يا جزيك خير لأنه إحنا أحباب من يحب المصطفى وأعداء من يتطاول على جناب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم باختصار شديد عاد النبي عدوي من غير مناقش ومن غير مدخل في التفاصيل حبيبي النبي حبيبي اللي بينزل النبي منزلته صلى الله عليه وسلم ده يعني هو دوت وعلى فكرة في صفحة 31 في هنا حاجة كده عاوز أرهالكم عجبتني أوي أوي يعني القراءة مهمة جدا يعملوا زي دخل على مليون كتاب دلوقتي عشان عاوز أحصل الشيخ حسين يعقوب الشيخ حسين يعقوب دخل على مليون كتاب قال لك مليون كتاب أنا عاوز أحصل المليون كتاب أنا الحضرات 600 ألف بس مش كفاية ما علينا يا سيدي شوف في صفحة 31 بيقول لي وسنحاول بمشيئة الله أن نبرز في هذه العجالة واجبات الأمة نحو كاشف الغمة واجبا تلو الآخر مركزين في عرضنا إياها على رسم الصورة الصحيحة التي يجب أن يكون عليها المسلم في علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم تمام مقارنين بين الواقع المعتل الذي يعيشه بعض الناس من بدع وخرافات وضلالات في علاقتهم بهذا النبي الكريم يعني أوه تفتكروا أن إحنا عشان بنحب النبي حنسمح بالبدع وحنسمح بالخرافات وحنسمح بالضلالات وحنسمح أن إحنا نطريه كما فعلت الأمم السابقة بأنبياءهم لا نحن لا نفعل ذلك نحن نضع الأمر حيث وضعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبينما ينبغي أن تكون عليه علاقة المسلم الصحيحة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنا ندعي قصب السبق في إبراز هذه الواجبات فقد سبق في إبرازها علماء أجلاء ورواد أفذاذ لعل فارسهم في هذا الميدان القاضي عياض في كتابه القيم الشفى بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم المهم ده يعني عشان تبقوا عارفين أن المسألة فيها نوع من أنواع التوازن يعني ما هوش يعني بعض الناس فكر أن المسألة حتمشي بشكل لا ده إنما بقى اللي عجبني جدا هو فتوى قلت لكم بارح أن فيه مفاجأة جميلة قوي المفاجأة دي هتعجيبكم قوي المفاجأة دي هي في الفتوى رقم 20 20482 الفتوى رقمه 20482 20482 ده رقم الفتوى اللي أنا حسمعها لكم دلوقتي فتوى مهمة جدا وأعتقد أن حضراتكم لما تسمعوا هذه الفتوى حتندهشوا زي ما أنا اندهشت ليه؟ أقول لك ليه؟ لأنه هذه الفتوى صادرة عن المملكة العربية السعودية والمملكة العربية السعودية لا شك بيحمو حماء التوحيد ومعقل الإسلام وحاجة يعني يعني لا يزايد عليهم مزايد خاصة بقى لو أنا حبيت أقول لك مين أصحاب الفتوى؟ الفتوى قلتلك رقمها تمام؟ فتوى رقم 20 482 الفتوى دي صاحبها أو صدر عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجموعة الثانية ومين نقام بهذه الفتوى أو صدرها أو مهرها بتوقيعه؟ الدكتور بكر أبو زيد الدكتور صالح الفوزان الدكتور عبدالله بن غديان الدكتور عبدالعزيز آل شيخ نائب الرئيس الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رئيس اللجنة رحمة الله على من مات منهم وبرك الله في من عاش منهم لكن الفتوى يعني بالشكل دوت ما اعتقدش الاتجاهات السلفية تستطيع أنها تشكك فيها أو ده أنا قلت لكم ركم الفتوى والفتوى صدر من مين؟ ومين اللي قال الفتوى؟ قولوا بعضهم السؤال كالآتي في موسوعة الفتاوى قولوا بعضهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم كاشف الغمة السؤال كثيرا ما يتردد على ألسنة بعض الخطباء قولهم في وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه كاشف الغمة كاشف الغمة فهل يجوز إطلاق هذا الوصف على الرسول أنه كاشف الغمة تبقى بقى المنهج العدوي ومن حزى حذوى ومن صار على نهجه هذا شرك احنا تعلمنا منه كده قالك لأنه الذي يكشف الغمة هو الله يبقى بالتالي اللي يقول على النبي أنه كشف الغمة يبقى مشرك حشا لله طبعا أنا بقول بنقلكم وجهة نظرهم إزاي وخطورتها على العقيدة ما ودي نتيجة عدم التخصص نتيجة عدم التخصص بمنتهى الوضوح بنتكلم تمام الأشخاص على عيننا وعلى رأسنا إله يدخلوا الجنة إله يا ربنا يغفر له إنما أحنا بنتكلم على المحتوى دلوقتي المحتوى اللي بوريك بس المنهج السلفي قد إيه منهج أعور منهج غير مستقيم فشوف حضرتك بمنتهى البساطة بيقول هل يجوز أن نقول على النبي أنه كشف الغمة لو واحد من السلفين قاعد جنب منك دلنا تقولك لا لا قول كشف الله به الغمة بص كشف الله به الغمة كده إنما تقول كشف الغمة مباشرة يبقى أنت مشرك ده هو ما بيقوله كده فهل الكلام ده صحة ولا لا فهل يجوز إطلاق الوصف هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم الجواب وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كشف الغمة اسمع دي بقى وصف صحيح يا صلاة النبي دي اللجنة الدائمة البحوث العلمية والإرشاد برئاسة ابن باز رحمة الشيخ ابن باز الشيخ الولد الله يرحمه واغفر له وكل بقى اللي معاهم من العلماء الأجلاء الأفزاز الأكفاء اللي قلت لك أساميهم الفوزان والغديان وشو بص وصف النبي صلى الله عليه وسلم قلت لك رقم الفتوى حقوله لك تاني عشان تراجعوا ورايا جل ما اللقاسه يمكن غلطت ولا حاج في موسوعة الفتوى الفتوى رقمها عشرين ربعمية اتنين وتمانين تمام وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كشف الغمة وصف صحيح فيه فهو أنقذ الناس فيه أنقذ الله الناس من النار وصف صحيح فيه بس ما عليشهم محطين فصلة فلخبطون يا وصف صحيح فيه أنقذ الله الناس من النار وأخرجهم من ظلمات الشرك ذا النبي عليه الصلاة والسلام وأخرجهم من ظلمات الشرك والجهل إلى نور التوحيد والعلم وقد قال الله عز وجل وصف في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم ألف لامراء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صيرات العزيز الحميد وقال سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمته وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أل عمران 164 وليس المراد اسمع المعلومة وليس المراد بأنه صلى الله عليه وسلم يكشف الدر حدش قال كده خالص لما أنت تقول للنبي كاشف الغمة مش معناها أن النبي هو اللي بيكشف الدر لا معناها أن النبي سبب لده وليس المراد بأنه صلى الله عليه وسلم يكشف الدر فيستغاسوا به مع خلافنا معهم في موضوع الاستغاسة والتوسل لأن الموضوع ده الحقيقة جمهارة العلماء أبحت الاستغاثة والتوسل بسيدنا صلى الله عليه وسلم وبآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان تبقوا عارفين حضرتك رغم أن نحن نسأل الله عز وجل أن نكون من الملتجئين دائما وأبدا إلى الله لكن أنا عاوز أقول أن الوسيلة والتوسل والاستغاثة قضية خلافية فيها كلام كتير هنتكلموا بعدين مش هنستعجل لكن خلينا في المعنى ده فيستغاثوا به لذلك من دنيا بل ذلك شرك أكبر يجب الحذر ومن هو بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم إذن اللفظ وده الفائدة العظيمة جدا المفاجأة اللي إحنا استمتعنا بيها أن اللفظ لا غبار عليه اللفظ صحيح أن سيدنا صلى الله عليه وسلم هو كشف الغمة أو كشف الله به الغمة عاوز تقول لي أنت حر إنما ما تتهمش الآخرين بالشرك لأن هذا المعنى يدل على عجز وقصور في العلم والعياذ بالله طبعا شكرا لحضراتكم على الحفاوة التي استقبلتم بها ابننا الأستاذ الدكتور هاني تمام عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر أستاذ الفقه المساعد في الأزهر الشريف حياة طبعا شيء مبهر لأن هؤلاء الشباب هم الذين يعدون العدة التي نواجه بها المستقبل بعد الإيمان بالله والاستعانة به فالحقيقة كان شاب دامث الخلق والثقيل العلم والمستوى العلمي الراقي وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى التي تبشر بخير كثير في بقى مفاجأة تانية المفاجأة تانية أن احنا نعمل مع بعض إيه هنعمل مع بعض جولة كده في بعض كتب التفسير علشان أكشف لكم على حاجة لقطات سطر سطر من كل كتاب تفسير تقريبا لأن حياة بفضل الله سبحانه وتعالى مكرمة من الله عز وجل أن ربنا عز وجل بيرزقنا نعمة القراءة ونعمة الاطلاع فالعلم ده هدية ونفحة مباركة من الله عز وجل وبالتالي حتر أن أنا أقرلكم سطور من التفسير بعد ذلك الفاصل لأن فيها مفاجأة قد يجهلها بعض الناس ابقوا معنا هدانا الله وإياكم اللحية أنا تقدروا تقولوا عني كده صياد اللجان سمعتوا عن مهنة دي عبلي كده صياد اللجان يعني الحمد لله رب العالمين بدل فريق بتاعي كده معلومات إزاي يصيدوا اللجنة فاللجنة لما كلهم مع بعض يعملوا حاجة وحدة عشان واحد بيوجههم أو واحد بيقولهم الواحد ده بقى مش فاهم فبتلاقي بتلاقي ريحة الضاني مفحفاحة ريحة الضاني بتبقى مفحفاحة في المواقع لأن هو إذا كان اللي بيوجههم أصلا قطيع يبقى حيكون هما إيه حتى خلاص انتهت القصة كلها فطبعا الموضوع دوت إيه عاوز أقول لك إن حضرتك هاجوا ومااجوا لما بقول على سيدنا موسى عليه سلام الله عليه سلام الله بلما بقول عنه إنه هو أضى أغلى مهر دفع أغلى مهر عرف في التاريخ أغلى مهر اتعرف في التاريخ هو سيدنا موسى تمام ده ليه لأنه قعد عشر سنين أشغال شقة إيه ده فطبعا الناس السوابق فيهم معنى أشغال شقة يبقى لازم سجن ما هو ما هو طاقم نازل مع بعض كده معمر واحدين وخلاط لازم تقوله كده عشر سنين كل أخضر فهو زرع كل أحمر فهي دماء كل أصفر فهو زاب بريلس ما فيش بقى ما حتجاه كلمة أشغال شقة دي مرتبطة في ذهنه إيه بحكم في محكمة حكمة المحكمة بالأشغال الشقة المؤبدة يابني كلمة أشغال شقة مش لازم تكون معناها سجن وبعدين تعال هنا هو السجن عار السجن عار لو السجن يتوقف أنت دخلت السجن في إيه أنت نسيت أن فيه نبي اسمه سيدنا يوسف عليه سلام الله دخل السجن فلبث في السجن بضع سنين الله أنت متصور أنه أنه ده يعني مخالف لنواميس عادي يعني مش لازم كل من في السجن يكون مذنب لا مش بالضرورة لا الحق المطلق عند الله عز وجل وحقيقة الظلم ومن عدمه لا يعلمها إلا الله عز وجل يا ما في السجن ما ظليل على رأيي المثل يعني فالسجن أحياناً يكون نجاه أو مركز تعبئة وإعداد لنبي من الأنبياء زي ما حصل مع سيدنا يوسف ومع ذلك نرجع لكلمة أشغال كلمة أشغال دي أنت بتحسسوني أنه 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 كلمة مش متدولة على لسانكم ما عنيش نساء عندي شوية أشغال ما عنيش نساء عندي شوية مشاغل الأشغال اللي أنت بتعملها إيه كلمة أشغال يعني إيه ما كانش فيه عندنا زمان حصة اسمها حصة الأشغال في الابتدائي إيه دا ما كانش فيه وزارة اسمها وزارة الأشغال العمومية يعني وزارة وزارة المساجين نا حولة ورقوة أنت تحسسوني أنه كنت من بلد ما حقول إيه بلد كل الناس بقت مثقافة دلوقت وبعدين كلمة شاقة المصيبة والكارسة يا حضرات السادة المشاهدين أني لجاني الضقن هذه القطعان دي للأسف الشديد ما أروش الآية القرآنية أصلا 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 هم لو كلفوا خاطرهم وقاروا الكلمة اللي بعديها بيقولوا وما أريد أن أشق عليك أشق يعني إيه من الأعمال الشقة والله العظيم أحنا بنشوف العجب الله يرحمك يا شيخ غزاني الله يرحمك يا شيخ شعراوي نفدته بجلدكو ده أنتو عديته من حاجة يعني حاجة هم هم ماشي حاجة عجيبة عموما أنا حقول لكم على كتاب لطيف جدا يا رب تقرؤوا وتستمتعوا بيه الكتاب دي اسمه إيه القصص القرآني عرض وقائع وتحليل وأحداث حلو الإلقاء القصص القرآني وعتقول القصص اسمها القاء القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث من قبل كده قلتلكم متهزروش مع أزهاري انتو ما عليش تزعلوش مني أنا أيدي تقيلة ونصحتوكو قبل كده انتو حرين القصص القرآني ده أربع مجلدات دار القلم بدمشق اللي عامله وده الجزء الثاني وده بتاع الدكتور صلاح الخلدي ده أستاذ التفسير والمهم حضرتك رجل متخصص في المادة والحاجة اللي بيقولها ما شاء الله لك واته إلا بالله إنما بقى إيه وهو بيشرح لنا قصة سيدنا موسى في الجزء المجلد الثاني صفحة تلتمية أربعة واربعين شفت الأمانة يعني بس بقولك رقم الصفحة ماشي تمام هنا بيقولك إيه وبما أن موسى غريب فقير لا يملك مالا ليدفعه مهرا للمرأة فقد وافق الرجل الحكيم أن يكون المهر هو عمل موسى في رعي الغنم لمدة ثماني سنوات طبعا هو بيتكلم على مين على أبو الفتاتين اللي الناس بتقول عنه إيه سيدنا شعيب هل هو سيدنا شعيب ولا مش سيدنا شعيب عشان سيدنا شعيب دوت كالنبي فهل الرجل أبو الفتاتين هو النبي المعروف عشان بعض الرسائل يعني المؤسفة يقولك إيه نبي وقاب النبي ودليل على إنه الناس يا ولداء ما عندهمش حاجة يعني حاجة تحزن يعني فالمهم يعني فهذا ده كان رجل حكيم بس اختصار شديد هل يسهل ثبت إنه هو سيدنا شعيب لا رغم أن بعض التفسير قالت إنه هو سيدنا شعيب لكن الأرجح لأسباب كثيرة مش عاوزة تخلقه فيها دلوقتي هو ليس النبي ليس سيدنا شعيب عليه سلام الله فبيقولك إيه فقد وفق الرجل الحكيم يقصد أبو الفتاتين إنه ولي المرأة أن يكون المهر هو عمل موسى في رعي الغنم لمدة ثماني سنوات وهذه السنوات الثمانية مهر للمرأة ومقابل إقامته في البيت وتأمين طعامه وشربه وملبسه وكما كان الرجل حكيما في عرض الزواج على موسى مقابل تلك المدة كان موسى حكيما في قبول العرض والموافقة على ما قال الرجل إنه بذلك سيؤمن إقامته في هذا البيت من بيوت مدين ويحقق فيه حاجته من الإقامات والمأوى ومن الطعام والشراب واللباس وستكون له فيه زوجة أيضا وماذا يريد أكثر من ذلك وقيامه برعي الغنم سيعطيه دروسا في العمل والجد والسعي والكد والإرادة والعزيمة والصبر والتحمل لأن الغنم تتعب رعيها تتعب رعيها وكأن رعيه للغنم هذه المدة دورة مكثفة هيئها الله له دورة مكثفة بص التعبيرات الرقية بتاعت الراجل طبعا لو قابل واحد من جهلة السوشيال يقول له دورة انت حتقول النبي كان بيأخذ دورة ماشي وحنخش في سكة تاني هيئها الله لتكون تمهيدا ومقدمة لما بعده ثم إن عمله عند صهره الصالح عشر سنين يحقق له الأمان من جانب آخر وهو مشكلته في مصر عندما قتل القبطي فالحدث الآن ساخن والقوم جادون في البحث عنه لقتله لكن سخونة الحدث ستبرد وتتلاشى مع مرور السنوات وتضعف متابعته لحد ما قال الكلام اللي حنقوله دلوقت ده وهكذا أتم الله ولما أخبر ولما أخبر ابن عباس رضي الله عنهما تمام إيه بقى المدة اللي سيدنا موسى خد بال حضرتك إيه المدة اللي سيدنا موسى أضاها أضى تمان سنين ولا أضى عشر سنين الحقيقة كل الأحاديث وكل الأدلة وكل التفاسير أجمعت على إن موسى أضى عشر سنين مش التمانية طب العاشرة دول هما المشقة يعني خد بالك بقى لأنه إيه قاله فإن أتمنت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك طب أشق عليك بإيه كل التفاسير القرطبي والطبر والنسف والزمخشاري والألوسي فخر الدين الرازي والشنقيتي كل التفاسير أجمعت على إنه المراد إلى إنه وما أريد أن أشق عليك بإنك تكملها عشر سنوات إنك إنت تخدمني عشر سنوات أغلى مهر في التاريخ واحد بعت يقول لك إيه ده مش أغلى مهر أغلى مهر كان عند الرميصاء اللي قبلت إن المهر بتاعها إن عريسها يكون يسلم إيه ده إيه ده إيه ده هو ده مهر ما يسلم ولا ما يسلمش المهر ده حق واجب للمرأة الله مش عشان أنا أسلمت يبقى أجوز الست ببلاش هو ده أغلى مهر ولك ده أغلى مهر لا بقى لو حنزيد على بعض أيها الصاحب الرسالة لو حنزيد على بعض أغلى مهر أغلى مهر دفعوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما اختارته أم المؤمنين خديجة اختارته لإيه لأخلاء النبي أخلاء النبي لها زي يلا بقى نشتغل بقى لو العملية وعز لو العملية وعز أنا معك للصبح أخلاء النبي لها زي لها شبيه عليه الصلاة والسلام ده قال له وإنك لعلى خلق عظيم يبقى أخلاقه قد إيه فستين خديجة اختارته على أخلاقه صلى الله عليه وسلم ها يبقى ده أغلى مهر ولا مش أغلى مهر لا أنا أقصد أغلى مهر في العناء والمشقة مش أغلى مهر إنه واحد أسلم وأن نطق الشهاتين هو ده بقى أغلى مهر وبعدين بيقولك إن سيدنا موسى يعني كل العشر سنين دول يتقدروا كام يعني لو عشر تلاف جنيه في الشهر مش هيكمل مليون جنيه ومئة ألف يعني إنت لو عندك أجير كريم زي سيدنا موسى اللي حيطلع من جلدك منه عشر تلاف جنيه يعني لو إنت عندك سيدنا موسى بيشتغل عند حضرتك هتدي له عشر تلاف جنيه يا رجل يا سطر يا رب ربنا ما يحكمكم في شيخ ولا يحكمكم في نبي ولا يحكمكم في ولي بحاجة تخنق تقديره لسيدنا موسى يقولك إيه شوف شوف الجرأة المنقطعة النظير يقولك إيه ده كلهم على بعضهم مليون جنيه كل يوم جميل جنيه مليون إيه بقولك الرجل قاعد يشتغل عشر سنين أشغال شقة أشغال شقة عليه صلاته الله وسلامه أشغال شقة وانت جبت منين بقى أنها أشغال شقة دي بقى ده الكلام اسألني أنت بيسألتني أنت بيسألتني أقولك أهو يا سيد بص يا سيد وقد قدر الله أن تختم هذه المرحلة الأولى بس عاوزكم تعدوا واحد اتنين تلاتة علشان الرجل ده قال شوية حاجات أنا ما قلتهاش يعني اختصرتها في كلمة قلت أشغال شقة بصوا بقى سيدنا الدكتور المحترم وده طبعا ده من أهم مراجع القصص القرآني في العالم بالمناسبة يعني يعني الرجل دقيق جدا ما بيقولش كلمة إلا الله أكبر يعني وقد قدر الله أن تختم هذه المرحلة الأولى من حياتي بعشر سنوات أمضاها موسى في البر أدي واحد والصحراء أدي اتنين يتابع الأغنام أدي تلاتة ويتعرض للحر أدي أربعة والريح أدي خمسة والعرق أدي ستة والنصب أدي سبعة ويبذل في ذلك ما يبذل من الجهد أدي تمانية والمشقة أدي تسعة والصبر أدي عشرة والمعاناة أدي حداشر حداشر وصف وقال المشقة والأنا اللي اختلطها لا أهو والإيه وما يبذل من الجهد والمشقة إيه رأيكم حداشر وصف ومش عاوز يبقى أغلمه أنت بقى حضرتك حتشتغل حداشر حتشتغل عشر سنين عشر سنين وبعدين إيه بيقولك روى روية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ابن عباس روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألت جبريلا سألت جبريلا عليه السلام أي الأجلين قضى موسى سيدنا موسى قضى ثمان سنين النبي بيسأل جبريلا ثمانية ولا عشرة فقال جبريلا أكملهما وأتمهما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا موسى الذي دفع عشر سنوات من الأشغال الشاقة مهرا لإبنة الرجل الصالح ونكمل بعد ذلك الفاصل ابقوا معنا موسيقى موسيقى في صفحة 337 حاجة لطيفة خالص الكاتب العظيم العلامة الدكتور الخلدي بيوضحها بيقولك الراجح أن هذا الرجل ليس شعيبا عليه السلام فبيقولك إيه اختلف المفسرون والمؤرخون فيه وقد أورد ابن كثير في التفسير أهم أقوالهم في ذلك هو مين ده الرجل دوت اللي هو أبو الفتتين قال بعضهم هو شعيب النبي عليه السلام الذي بعثه الله نبيا إلى أهل مدين هذا هو المشهور عند كثير من العلماء وهو قول الحسن البصري وغيره اتنين قال آخرون لم يكن شعيبا عليه السلام إنما هو ابن أخيه وكان رجلا مؤمنا صالحا ثلاثة وقال آخرون كان اسمه ياثرون وهذا هو المذكور في أصفار العهد القديم وقال آخرون هو رجل مؤمن من أهل مدين لا نعرف اسمه أدي عندنا دلوقتي كم رأي في المسألة أربع أراء من اتشنكش بق اقرى التفاسير واستمتع من قلتلكم فاكر من عشان كده عمل الموقع بتاع اليوتيوب اللي هو المعنى الثاني المعنى الثاني فيه المعنى الثاني لحضرتك ما قارتوش أو بعض الناس ما قالوا هلكش عليه تمام والراجح هو القول الرابع إنه هو إيه؟ رجل مؤمن من أهل مدين فلم يبين القرآن اسمه القرآن ما قالش اسمه خالص ولا حديث نبوي ولا في حديث نبوي قال إن اسم الرجل شعيب خد بالك ده اسمه الرجل الصالح طب جدنا منين كلمة ابنتي شعيب هذا هو الذي شاع على ألسنة الناس أو بعض المفسرين بس لكن إيه الدليل بقى أنه سيدنا شعيب لا مفيش حقيقة ده ولا إن اسمه شعيب حتى لا رجل صالح بس خدت بالحضرتك ولم يصح حديث واحد مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعيينه ولو صح حديث منها لقلنا به والراجح أنه ليس شعيبا وبعدين الكلام ده أصلا منطقي أنا عاوز أقول لكم هكلمكم بالبلد بقى عشان تفهموا معايا الكلام سيدنا شعيب كان في منطقة اسمها مادين اسمها إيه يا فندم؟ مادين طيب وكان في قريتين اسمهم جأسدو معمورية اللي هما قرية لوط عليه سيدنا لوط عليه السلام قرية لوط عليه السلام فقرية لوط اتدمرت قبل مادين ولا بعد مادين القرآن الكريم بيقول على لسان سيدنا شعيب وهو بيكلم بيقوله إيه وما قوم لوط عنكم ببعيد الله انت استغفر الله العظيم وما قوم لوط منكم ببعيد بص فسيدنا شعيب وهو بيكلم قومه بيقولهم الله ده أنت قوم لوط مش معاد عنكم وشفتوا اللي حصل لهم ده أنت قوم لوط مش معاد عنكم وشفتم اللي حصل لهم مين بيقول لي مين سيدنا شعيب اللي هو النبي بيقول لي أهل مادين عيب عليكم اتقوا الله خدوا بالكم من نفسيكم ما تعبدوش الأصنام ما تقطعوش السبيل ما تغشوش المكال والميزان وشوفوا اللي جارة لقوم لوط وما قوم لوط منكم ببعيد يعني معنى ذلك ان قوم لوط اتدمروا قبل مادين واضحة ولا لسه واضحة طب نيجي بقى قوم لوط كانوا مواكبين لمين في زمن مين افتكر معايا كده في زمن إبراهيم سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يبقى سيدنا لوط كان مع سيدنا إبراهيم فآمن له لوط وقال اني مهاجر يا رب السياح دي يعني سيدنا لوط مشي وساب العراق هو وسيدنا إبراهيم بعد محاولة إحراق سيدنا إبراهيم المشهورة المعروفة لا دا احنا عوزين نتكلف القصص القرآني كلام مهم جدا عشان نصحح معلومات غلط كتير قوي يعني ورانا شغل كتير وحتلاقي بقى الناس اللي اللي يزايد واللي عاوز يظهر في الصورة واللي عاوز يظهر في الكدر ولا فههم واللي جانت ضاني إياها كل دا حتلاقيه إنما خلينا إيه نركز فسيدنا لوط كان معاصر لسيدنا إبراهيم ولما انتقل سيدنا لوط مع سيدنا إبراهيم للخليل صدرت الأوامر للوط إنه يسيبهم يسيب إبراهيم وينتقل إلى مكان تاني عشان عندك شغل فيه المكان التاني اللي راحوا سيدنا لوط كان إيه كان قرية هذه القرية اسمها سدوم دخل فيها سيدنا لوط يبقى سيدنا لوط ما كانش من القرية أصلا ولذلك كان هم رفضين وجود غراجل غريب زي دا فسطيهم خاصة إنه مستقيم الحال وده السر السر إن قارية لوط بيقولوا أخرجوا آلة لوط من قرياتكم إحنا نقصين هم أخرجوا آلة لوط من قرياتكم أصلي إنهم أناس يتطهرون تخيل لأن هم لو ما قدروش يقولوا هذا الكلام لو كان لوط عنده عيلة في المكان فعشان كده بقول لهم حتى سيدنا لوط بقول لو أنا لي عيلة هنا لو أنا لي بكم قوة أو أو إلى ركن شديد لو أنا عندي عيلة ومكنة من إن أنا يعني أواجهكم والمهم يعني عليه السلام نرجع مرجوعنا فسيدنا شعيب كان موجود لما حصل الإهلاك لقرية تيلوت يبقى سيدنا شعيب كان موجود أيام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة الله وسلامه أو مواكب لي بفترة زمنية قريبة جدا طب سيدنا إبراهيم بقى اللي هو دلوقتي محور الارتكاز أو حجر الزاوية أو رمانة الميزان في القصص يعني كان قبل موسى ولا بعد موسى انت كلك نظر بقى كان قبله بكتير فإيه اللي جاب شعيب ده اللي كان معاصر لسيدنا إبراهيم يبقى قبل فتاتين اللي في مدين لما سيدنا موسى راح لا هم الظهر التبس عليهم كان أمال ايه كلمة شعيب لأنه الاسم ممكن يكون دارج ومشهور ما احنا عندنا في أمة النبي على السام احنا لو احنا اتنين مليار مسلم حتلاقي منا مليار ونص اسمه محمد ايه المشكلة يعني فلأقولك محمد من أمة محمد هتفتكروا لسيدنا النبي عسام لا طبعا فده ده كلام مهم جدا أما كلمة الحاول دي يعني فاهم ايه الحاول ايه الحاول وكلمة الحجة الحجة والحاول والعام دي كلها أسامي للكلمة سنة بتختلف من بلد لبلد في الإطلاق إنما هل أيام سيدنا موسى كان معروف حاجة اسمها الحج يا أستاذ ما قلت لك قبل منه كان موجود سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وربنا بيقول لإبراهيم وإسماعيل أنت هراء بيتية للطائفين والعاكفين والركع السجود أيام سيدنا إبراهيم يبقى كان الصالحين المسلمين كلهم كانوا مسلمين بالمناسبة المسلمين مش بعناش هريعة النبي محمد مسلمين يعني موحدين بالله فكله عشان السنة قبل كده بقول سيدنا عيسى كان مسلم الناس اتخضت أنا كل ما بقول حاجة الناس بتتخض كلمة مسلم يعني موحد مش أصلي مسلم يعني تابع النبي محمد يعني سيدنا إبراهيم كان مسلم سيدنا آدم إدريس نوح ووت صالح ذو الكفل الياس الياسع زكريا سليمان داود إبراهيم يعقوب يوسف كل نبي كان مسلم لأن الإسلام معناه استسلام لله فأي وحد يجد لك قوله هو كان مستسلم لله ولا بيقوم الله بيقوم ولا مستسلم حقولك مستسلم تقوله كان مسلم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين لغرت الله العظيم أنا بقوله غرت مات إيه دا يا لطيف يا ربنا ما يوقعكو في إيه دا قال له ربنا عارف الدعوة بتاعة الناس بتاعة زمان يقوله ربنا ما يسلط عليك حمار آه والله حاجة مصيبة فأنا عاوز أقول لحضرتك الحجة يعني إيه يعني سنة لأن الحج كان مرة في العام قبل كده كان الحج كان متكررا عندهم فكانوا يسموها الحجة من الحجة إلى الحجة أو أن موعد الحج عندهم لم يكن إلا يأتي مرة في العام بس اللي حصل كده فسيدنا موسى لما قال له يعني أنت أبو الفتاتين قالوا على أنت أجرني ثمانية حججة فإن أتمنت عشرا فمن عندك يا ترى الإيجار كان مقابل إيه العمل العمل الشاق الإيجار ده بقى القيمة المالية بتاعته حتندفع مهر للسيد يبقى ده أغلى مهر ولا مش أغلى مهر ده أغلى مهر إنما لا يعرف أقدار النساء إلا الرجال اللهم صلي وسلم على خير الرجال وعلى خير الأبطال سيدنا محمد كاشف الغمة إيه وعا تنسى كاشف الغمة غيز بها أي واحد من أعداء النبي كده أقول له صلي على كاشف الغمة اللهم صلي وسلم وبرك عليك يا سيدي يا رسول الله وبكرة إن شاء الله لسه في مفاجأة جديدة تماما والله العظيم ما بكذب عليكم بكرة إن شاء الله مفاجأة كنت حعرضها النهاردة كمان مفاجأة تانية يعني إنما قالوا لي لا 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 عشان ده حتكون تقيلة شوية على الناس خليها يوم الخميس في لقاء الخميس نستمتع ونتعلم إذا كان العلم بالصدمات بهذه الطريقة أهلا وسهلا المهم صلى الله على كاشف الغمة السلام عليكم ورحمة الله